الواقع لبنان في عين العاصفة وهو جزء من هالمنطقة وعاش كل الحروب منطقة على العكس كان لبنان أكثر تحملا في المنطقة اليوم أرى أنه يوجد صباق حقيقي بين وقف اطلاق النار في غزة وبين عدم التصعيد لأن التصعيد لا يطال فقط لبنان أخشى أن يكون التصعيد في كل منطقة وندخل فوضى أمنية في كل الإقليم الشرق أوسط حتى اليوم أرى أن حزب الله يقوم بعقلانية وحكمة بإدارة هذه المواضيع وشرط اللعبة لا تزال محدودة ولكن بنفس الوقت لا أشعر أنني ممكن أن أطمئن اللبنانيين بأي شيء لأن الأمور مرهونة بأوقاتها رئيس جمهورية موقعه أساسي لرمزيته ولموقعه فبالتالي علينا انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت كنت أتوقع أن يحصل ذلك منذ فترة خلال السنة الماضية ولكن هذا الفراغ لا يفيد لبنان وأعتقد أنها الآن الفرصة المناسبة لخطف أو اقتناص فرصة انتخاب رئيس جمهورية فلياشتع مجلس نواب وينتخاب رئيس جمهورية فلياشتع مجلس نواب وينتخاب رئيس جمهورية ترجمة نانسي قنقر